أنا بس في هنا حاجة هقولها كابت فكري صالح ربنا يديروا الصحة يعني للتنويه للموضوع عمل قصة كده بالنسبة لمدربين حراس المرمى إن كل مدرب يعني قادر إنه يتكفل بعشر مدربين حراس المرمى من الناس الموجودين في الدرجة الثالثة والرابعة وفي أقاصي مصر بيتكفل بهم وبيبعت لهم حاجة شهرية مبادرة جميلة الحقيقة وصل النهاردة لحوالي 1600 أسرة كابت فكري صالح أه الحمد لله حلوة جدا فكرة حلوة جدا مش كتير بيعلن عنها أولا 1600 شخص يعني 1600 دي يعني الأسرة تقريبا 160 مدرب والحمد لله ماشيين بخطة سابتة مدربين كبار متواجدين كابتن فكري كابتن أيمن طاهر كابتن حليمو بتاع اسكندريا اسكندريا الأولوبي طبعا كابتن حليمو أنا مش عايزة أنسى ناس كتير عصام عبعظيم بص في ناس كتير وأنا مش عايزة أنسى حد كابتن حصل ناصر فعشان آآ طبعا تحية إجلال وتقدير للناس دي بيفكروا في إخواتهم اللي عادين من الشغل لأن في مدربين بتشتغل في أكاديميات بربعمائة وخمسمائة جنيه حتى مش لقينهم طبعا فكرة كويسة جدا أتمنى أتمنى أن كل واحد قادر في فرقة ما في درجات التالتة والرابعة لو يقدر يساعد زميله بأي طريقة لأن أكيد فيه لعبة قادرة طبعا مش كله يعني مش قادر مش قادر يقدر يساعد زميله تبقى حاجة كويسة جدا ولكن لابد من إسراع بعودة اللعب بالنسبة لدول طبعا صحة الإنسان أهم حاجة ولكن دول أولى في الرجوع وأعتقد أن كده كده كل الدولات أولى في الرجوع بعد إن شاء الله نهاية هذا الوباء يعني مش بنطلب دلوقتي يعني بس أنا بتكلم في إن شاء الله كل الدولات هتستكمل بعد رمضان أعتقد فيما أعتقد يعني وأعتقد أن أو ده تتمنى يعني أو كلنا نتمنى طبعا لكن هم حاجة برضو بالنسبة لنا برضو عشان ناس ما تاخدش الكلام في اتجاه آخر لأن حضراتكم عارفين إحنا بيبقى كلام ناس له تقيل شوية على بعض الناس صح فأحمد لما بيتكلم بيتكلم على إن شاء الله بعد زوال هذه الغمة بعد زوال هذه الغمة فضل أكيد المعدل السابت اللي إحنا ماشيين به ممكن يكون معدل عالي عن البداية اللي إحنا بدينا فيها في كمية الإصابات الوفيات عالية ولكن الشفاء عالي برضو خلي بالك أصليها عملية يعني عكسية ده بس عكسية في الناتج ولكن ترضيها في الاتجاه اللي هو فيها بتزيد واللي بيخرج بيزيد الحالة للإصابات مش عالية زي ما كنا متوقعين ومش هنوصل للرقم إن شاء الله بتاع إيطاليا وأسبانيا إن شاء الله إن شاء الله بقدة ربنا سبحانه وتعالى